اشتركوا في القناة بداية للمشهد الانتخابي الأردني وكيف جرت الانتخابات وماذا نتوقع في المستقبل بداية صباح الخير لكم ولمشاهدينكم الكرام خلينا نبدأ من النقطة الأولى التي جرت تعقب التعديلات الدستورية التي تمت في آخر سنتين جرت الانتخابات النيابية كما يعلم الجميع لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة وحيدة تقوم بالإشراف على الانتخابات النيابية منها والبلدية بدأت الهيئة المستقلة بالتحضير والترتيب وإن كان علي بعض الملاحظات فيما يتعلق بتدريب كوادرها وجاهزيتهم والتنسيق مع دارة الأحوال المدنية والأجهزة المعنية واضح كان في ثغرات عديدة واجهة مستقلة الانتخاب العملية الانتخابية التي أفرزت ما أفرزت من نواب بلغ عددهم 91 نائب جديد البقية 59 نائب سبق وان جلسوا تحت قبة البرلمان سواء في البرلمان السادس عشر أو ما قبله واضح أن التركيبة غريبة مفتتة أشبه بلوحة فسيفسائية صعبة التجميع واللملمة لسببين الأول واضح هو الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية بمثل بقانون الانتخاب والذي شهد مدا وجزرا طيلة العامين الماضيين بتعاقب أربع رؤساء وزارات قدموا مشاريع قوانين لقانون الانتخاب إلى أن وصلنا في المحطة الأخيرة لقانون الصوت الواحد هذا القانون واضح أثاره على المجتمع على تركيبة البرلمان على عمق البرلمان أفرز نواب لا ننكر أن بعضهم كفو ولديه من المهارة البرلمانية والتشريعية والرقابية ما لديه لكن العقبة الثانية فضل عن قانون الانتخاب تمثلت بمقاعد القائمة الوطنية مقاعد القائمة الوطنية التي بدأت بسبعة عشر مقعدا في البداية إلى أن تم تعديلها بتوجيهات من جلالة الملك إلى سبعة وعشرين مقعد الصحيح أنها أفرغت من مضمونها الذي وجدت من أجله أو كان الطموح من أجلها هي بعيدة عن مضمونها حاليا بعيدة عن مضمونها في البداية أنا أتذكر أن مشروع القانون الذي قدمه دولة عون الخصاوني كان يتضمن في قانون قانون الانتخاب أن يقوم مفوض أو أمين عام الحزب بتقديم أسماء قائمته الانتخابية لخوض غمار الانتخابات النيابية لاحقا تم تعديل هذا البند بحيث يقوم مفوض القائمة أن تنزعت الدسم والفائدة من هذه الفكرة وبالتالي تم تجيير هذه القوائم التجمعات سواء الفردية العشائرية المناطقية واختلفت الفكرة في النهاية وهي بمآلاتها لن تصب إلى الطموح الذي كنا نرنق إليه بتشكيل الحكومة البرلمانية واضح أنه جرى ذلك بفعل فاعل لم يأتي عبثا لأن وزن المقعد الانتخابي للقائمة الوطنية أنت حتى تكون نائب وطن غير معقول أن تحصل عشرة ألاف صوت وزنك وزن مقعدك الانتخابي لابد أن يمثل شريحة كبرى خمسين ألف ستين ألف وهذه حسبتها معروفة على طريقة أكبر البواقهاري نحن نقوم بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي أدلت بأصواتها في الصناديق في الدائرة المحلية والدائرة العامة هذا المجموع بلغ في الانتخابات الأخيرة مليون ومثين ألف ونيف يقسم هذا الرقم على المقعد 27 على ذي المقعد فبالتالي تصبح عندنا المحصلة حوالي ثلاثة واربعين ألف ثلاثة واربعين ألف هو وزنك كنائب وطن وطن لكن ماذا جرى؟ تسعة نواب فقط أو تسعة قوائم فقط تمكنت من حصد هذا الوزن صحيح وأخذت مقعدا صحيحا البقية وعدده 18 مقعدا تنافست على أكبر البواقه وبالتالي حصل اللغط والشد والجذب الذي شهدناه في مسلسل ما سمي حزم عبل مؤخر صحيح يعني خلال اليومين الفائتين يعني لاحظنا هناك تغيرات كبيرة في مجلس النواب وآخرها كانت استقالة الطيار الوطني أو كتلة الطيار الوطني ورئيسها عبدالهدي المجالي يعني هذه كانت صدمة للمجلس والحكومة بشكل عام هذا الموضوع بالذات أنا سألت للباشا عبدالهدي يعني أنا كنت قبل ما أغطي أخبار لبرلمان كنت أغطيها الأخبار شو الحزبية نعم وكان لي يعني تصور لهذا الموضوع لنتدرج به شيئا فشيا بعد أن عاد المجالي من رحلة علاجه المعروفة في لندن تزامن ذلك من أحداث الربيع العربي وانعكاساته على الأردن نعم التقيت حينها بالباش المجالي وتكلمنا عن تصورات الحزب وتطلعاته في المرحلة القادمة كان واضحا أن المجال يبعث برسائل أنه اكتفى بمسألة رئاسة مجلس النواب واضح لدى الرجل طموح مشروع مثل ومثل أي حزب سياسي في الأردن بأن يشكل الحكومة البرلمانية طالما الدولة بأذرعها وبلاعبيها الرئيسيين يتحدثون عن مستقبل للأردن بتشكيل حكومة برلمانية الشارع الأردني تمثله أحزاب سياسية متينة قوية تمثل اليمين والوسط واليسار كان حق مشروع المجالي أتذكر أنه عقد أكثر من اتفاقية تفاهم مع مجموعة من الأحزاب منها الاتحاد الوطني منها حزب الرسالة لكني أعتقد أنها كانت بروتوكورية أكثر من أنها عميقة وتخوض في البتن المجالي أتذكر أنه أيضا جلس في جلسة أهامة مع أعضاء من جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين كان يحاورهم على الشكل وإطار المرحلة القادمة حاولت تفاهم معهم والتوصل إلى الأصيغة بحيث يتم التوافق على تشكيل حكومة برلمانية لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه واستقالة الحزب واستقالة رئيس أيضا التيار في بيان المكتب التنفيذي الأخير للحزب الذي صدر عقب الاستقالة في اجتماع طارق كانت هناك رسائل واضحة تقرأ من روحها لا من نصها تحدث المجالي عن ما جرى مع حزبه في انتخابات 2010 لا نجزم بصحة ودقة ما جاء في البيانة لكن نتكلم أن المجالي تكلم بأنه تم ممارسة ضغوط على حزبه بحيث لم يمكنه من إحراز الأغلبية الجميع مقتنع أن مجلس عام 2010 يعني المجلس عليه بعض النقاط المجالي وسوى تعرض ما تعرض للضغط والضغط والعديد من المشاكل لاحقا تكلم الرجل عن أن حزبه دخل العملية الانتخابية بقوة وبنية صادقة لتشكيل تحالفات مع كافة القوى السياسية وكان من أوائل الأحزاب التي أعلنت قائمتها 27 مقعدا إلى أن وصلت إلى 22 مرشحة عفوا في القائمة الرسالة الواضحة كانت في بيان الحزب مهمة أنها تكلمت عن أن الخوف لدى حزب التيار الوطني بدأ يتسلل إلى قلوبهم منذ أن انسلت القوائم الوطنية وأصبحت 61 قائمة وهنا رسالة واضحة بأن كثرت وتناسل وتبرعم هذه القوائم من شأنه تفتيت العملية الانتخابية وليس إنجاحها عندما يترشح أربع أو خمسة قوائم رئيسية في البلاد تمثل الوسط واليمين والإيسار أنت تصبح أمامك خارطة واضحة أحد الأحزاب تحصل سبعة مقاعد الأخرى ثمانية ستة هنا تستطيع تشكيل التوافق لكن بوجود 61 قائمة لا يمكنك أن تجعل مخرج وحيد لتشكيل حكومة برلمانية يعني برأيك بعض الأوساط تعتبر أن استقالة الحزب هي شهادة وفاة للأحزاب السياسية الأخرى للأحزاب الوسطية لا شك أن حزب التيار الوطني بموقفه الأخير أوجه رسالة واضحة من أن الدور الذي يقوم به حزب الوسط الإسلامي حاليا سبق وأنقام به التيار الوطني في سنوات سابقة وأن هي باختصار نهاية حزب شجاع ولنقولها صراحة الحزب بدأ فعليا بالتحضير لإغلاق كافة مقاره في محافظات المملكة باستثناء العاصمة كما أوضح في بيانه إلا أن المجالي لا أظن الرجل سيتجه بمنحنيات سبق لرجال دولة أن انحنوها بنزولهم للشارع مثل دولة أحمد عبدات وينتجه المعارضة ويسي مارس المناكفة السياسية من داخل حزب المعارضة لا أعتقد أن يسي مارس المعارضة دعنا نتحدث عن حزب الوسط الإسلامي الأضواء الآن تتجه إلى حزب الوسط الإسلامي هل سيكون حزب الوسط الإسلامي هو الحزب البديل لحزب العمل الإسلامي؟ لا أتصور أن حزب الوسط الإسلامي يقدم نفسه بديلا عن الحركة الإسلامية وهو يدرك جيدا ذلك وفي أكثر من موطن على لسان قادة الحزب أنا سمعت هذا الكلام لا يستطيع أبدا حزب الوسط الإسلامي أن يحل محل جماعة الإخوان المسلمين ودراعه السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي لأسباب كثيرة الجماعة تاريخها طويل عمرها طويل منذ أكثر من سبعين عام في الدولة تغرغلت في مفاصل الدولة البعض يصفها بأنها جزء من النظام وجزء من الدولة كانت في مراحل سابقة أحد أعمدة الدولة الموضوع مختلف تمكن حزب الوسط الإسلامي بحد ذاته من الظفر بسبعة عشر مقعدا في هذا الانتخاب انتخابات شكل صدمة كبيرة لأوساط سياسية ومجتمعية ومنها المجالي المجالي صاحب أكبر الأحزاب الوسطية يحصل على مقعد في القائمة الوطنية بينما يحصل الحزب الوسط الإسلامي على ثلاث مقاعد عدد المقاعد الفردية للدوائر المحلية لم يعلن عنها التيار الوطني بعد وأنا أعتقد أنه متحرج من ظهار هذا الرقم يعني على أي حال خلينا نكون متفائلين نوعا ما يعني رئاسة المجلس القادم هل ستكون من نصيب شخص جديد أم إن صح التعبير من المخضرمين أروقة مجلس النواب الآن تشهد تحركات واتصالات مكثفة بين عدد من النواب السابقين ومنهم من كان رئيسا لمجلس النواب الآن يبدو أن المجالي حسم خياراته باتجاه عدم الترشح لرئاسة مجلس النواب وهي بالأصل أنا أعتقد لم تكن بذهني كان الطموح أكثر تشكيل الحكومة البرلمانية حصرت المسألة بين رئيسين سابقين يعتزمان الترشح عبد الكريم الدغمي وسعد هاي السرور وبالمناسبة لم يسبق أن يلتقى الدغمي والسرور في السباق مرة الانتخابات مجلس النواب كان يلتقيان بمفرديهما مع المجالي في سباق مع المجالي هذه المرة فيما لو تكللت جهودهم بنجاح سيكون أول مرة يترشح فيها المجالي والدغمي في تيار قوي في مجلس النواب يقوده مجموعة من النواب الجدد بأنه لا عودة للمرحلة السابقة بأننا لن ننتخب رئيسا سابقا لاعتقادهم أن انتخاب هؤلاء الأشخاص هو سيعيد للناس ذاكرة المرحلة السابقة المرحلة السابقة المشوهة المرحلة التي عانى معانها الأردنيين من عمليات تزويف الانتخابات من تغلغ الفساد من تبرئة بسقوق غفران من قبل الملجس النيابي تمت على أيدي رؤساء المجال السابقة وهم الآن تواقون للتغيير نعم السيد حمزي العكايلة وأنت الخبير بشؤون البرلمانية من صحيفة الدستور شكرا جزيلا على هذا الحديث شكرا جزيلا